والحقيقة رجعت مبارح زي ما قلت لحضراتكم في الانترو بتاعي في المؤديمة بتاعتي رجع مبسوط وعندي طاقة ايجابية ورجع يعني حاسس بفخر واعتزاز ليه لانه ما جرى في سيناء من 800 حقيقية وتغيير حقيقي في المدخلات والمعطيات ادت الى مخرجات والثمار شفتها مبارح اللي هي اراء الناس اللي هي اراء اهالي سيناء اهالي سيناء اللي قابلتوا مبارح في وسط سيناء بتكلموا بشكل واضح المناسبة كانوا راحين ليه زي المتحدث العسكريم قال قيادة قوات شرق القناة لمكافع الارهاب تنظم احتفالية بمناسبة تسليم العقود المؤمنة للمنتفعين بالاراضي الزراعية من ابناء سيناء ومحافظات القناة ده اللي انا حضرته مبارح والمتحدث العسكريم تكلم عنه طبعا يعني اللي وقع كان حرب عاصم جمع عشور قائد قوات شرق القناة لمكافع الارهاب القى كلمة كانت يعني من القلب وقال ونقل تحيات القائد العام والقائد الاعلى وقال يا جماعة بشكل واضح وبيكلم اهالي سيناء اللي هم ملح الارض جزء من نسيج الوطن بيكلمهم على احنا كنا فيين وبقينا فيين والناس شايفين وشاهدين هذا كلام وايضا يعني اتكلم القلقى حسن عبد الشافي متشار رئيس الجمهورية كلمة برضو اتكلم فيها بشكل واضح جدا عن كل المؤسسات الدولة اللي بتشتغل بشكل مكثف ومنسق من اجل الوصول الى تنمية حقيقية وغير مسبوقة في سيناء وتكلم ايضا وزير الزراعة بتفاصيل حول المشروعات التنموية في محافظات سيناء انا حضرت هذه الاحتفالة امس واهتميت اهتمام واضح ومباشر بالناس المرأة السينوية المرأة البدوية والعامل والمزارع والفلاح البدوي السينوي والنائب والمسؤول البدوي السينوي قابلت كل هذه الاطياف وكل هذه المراكز وكل هذه الشخصيات خرجت بمخرجات قلتلكوا عليها مبارح وبعدها نهاردة اسعرتني ويعني اكدت ما لدي انه احنا مشين صح اللي شفته في سيناء مبارح بيقول ان احنا مشين صح